اذا انشأنا سابقا اول خط شبكة انه طبعا انا اوضح بنفس الوقت بعض الادوات اللي انت تحتاجها في عملية النمذجة لذلك خذها بنظر الاحتبار قمنا بانشاء خط الشبكة الاول الخاص فينا هذا هو طبعا وطبعا هذا خط الشبكة مثل ما لاحظت يعني لو تبدي تجرب انه تقوم بقياس المسافة الخاصة في انتذاب هنا على الانوتايت ثم على ذلك تباشر في عملية قياس المسافة من اللينيار من هنا راح شوف انه ما يقدر ياخذ عندك يعني ما تقدر انه تقيس المسافة بالنسبة الى خط الشبكة بطبيعة الحال باعتبار اصلا هي خطوط توضح المسافات ولا تقاس فيها المسافات لكن مثل ما شفنا انه خط detail line تقدر من خلال ان تقوم بقياس المسافات بطبيعة الحال وهو عبارة عن خط يدخل عندك في التوضيحات فقط وليست في عملية النمتجة يعني ما راح يدخل عندك في النمتجة anyway اذا الان استمر في عملية انشاء خطوط الشبكة الاخرى احنا شفنا انه عملية انشاء الكان يمكن تكون بشكل مباشر يعني مثلا اضغط بهذا الشكل راح يشوف عندك create similar يعني بدأت هنا على structure واختار grid لا بشكل مباشر اضغط على cs او اضغط هنا على create similar انشاء كائن مشابه فراح يبدي يفعلي خط الشبكة ما زلت في انشاء خط شبكة يحتور عندك في الرسم الحر طبعا بكل بساطة لو ابدي ارسم بهذا الشكل راح يبدي يعطيني fed hint يقولي اوكي هذي مسافة 4 متر هذي مسافة 6 متر هذي مسافة 7 متر وهكذا اوكي اذا اريدت انه ابدي انقل هذا اوكي هذا اريد ابدي انقله للاسفل فكيف راح ابدأ اعمل عليه move يمكن طبعا انه تقوم بتحركه بشكل مباشر يعني بكل بساطة تبدي تاخذ هذا اللاين ثم مع ذلك تقوم بسحبة اوكي بسحبة بهذا الشكل او يمكن انه تطبق عليه امر التحريك المتعرف عليه في برنامج AutoCAD اوكي فبكل بساطة يمكن تقوم باختيار الكائن ثم مع ذلك تذهب على modify وتقوم بعملية تحريكة لهذا الكائن تضغط على mv اختصارا لهذا العملية او من هنا بشكل مباشر راح طبعا يسيلك عن التحريك اللي انت راح تبدي تجريه من اي نقطة بطبيعة الحال اقلوك انا احرك من هذه النقطة ثم على ذلك راح يبدي يعني يبين لك المسافة اللي انت راح تبدي تحرك فيها الى هذه النقطة تماما اوكي مثل ما ذكرت انا دا اتكلم عن الاساسيات لذلك لابد انه اتطرق الى هذه الامور المتعرف عليها في عمليات النمذجة فعموما اقوم باختيار الكائن اعمل create similar من عنده ثم على ذلك اباشر فعمليات انشاء كائن اخر وليكن مثلا على مسافة سبع ستة متر من هذه النقطة ثم على ذلك تماما بهذه الشكل حتى يبدي ياخذلي بنظر الاحتبار الاسناد بهذه الصورة اوكي طيب تقول اوكي الان قدرت انه اقوم بانشاء خطين شبكة اه لكن اني يعني هذا خط الشبكة هو اوكي يبتعد ستة متر عن هذا الخط اني لا اني يبتعد سبعة متر عندي فما في اي مشكلة تقدر انه تدخل عليه بهذا الشكل وتعطي سبعة متر فراح يبدي ياخذه بنظر الاحتبار اوكي رح يبدي ياخذه بنظر الاعتبار يعني ما تحتاج انه تهذف الكائن او الخط وتعيد رسمه من جديد خلينا نبدي نستمر في رسم بطريقة اخرى يعني ابدي بعمل كريس سيميلر لخط شبكة ولكن هذه المرة اقوم بانشاءه عن طريق ايش بيك لاينز اخذ بيك لاينز بهذا الشكل ثم بعد ذلك اعطي سبعة متر اوكي بيعتبر انه احنا في المتر اكتب له سبعة او اذا كنتوا غير متأكد من المسافات اكتب له ام يعني اليونتز الخاص فيك رح يبدي يتعرف علي انه هذا اوكي سبعة متر اوكي ثم بعد ذلك لو تلاحظوا فقط اضع علي مؤشر الماوس رح تلاحظة انه ينشي لك خط الشبكة الثالث وهذا خط الشبكة الرابع وهذا خط الشبكة الخامس وهذا السادس اوكي وهكذا طبعا الان مثل ما تلاحظت تجاوزت خطوص الشبكة واصبحت عندي هذه الايقونة هي متجاوزة فكيف رح ابدي بكل بساطة ابدي اسحب هذه الايقونة بهذه الصورة يعني ابدأ احددها اول شي ويمكن اعمل عليها موف اعتبرها كائن وامل عليها موف بشكل احتياتي وابدي بتحريكها بهذه الشكل واضحها هنا اوكي تمام نفس الكلام طبعا على هذه يمكن انه اقوم بسحبها اعمل عليها موف بهذه الصيغة يعني اتعامل طبعا مع هذه الادوات مع كل الكائنات اللي متواجدة عندنا بطبيعة الحال اوكي جيد فنستمر في رسم خط الشبكة اللي تكون عندك في الاتجاه الاكس نقل اكريت سيميلر ثم مع ذلك رح ابدي انشئها من هذه النقطة اوكي ولازم تتجاوز عندك فد نقطة معينة بطبيعة الحال يعني لازم تكون عندك بهذه الشكل تمام بهذه الصورة وبنفس الوقت استطيع ان اقوم بسحبها ايضا من هذا الاتجاه يعني اسحبها لتكون عندك بهذا الشكل جيد ايضا لازم ما تكون عندك يعني بالنهاية اما ان تسحب هذه الاطراف بشكل كامل او تقوم بيعني سحب هذه الخط الشبكة اوكي فاعمل علي موف من هذه النقطة تماما ثم على ذلك ابدأ اعمل علي موف ليكون عندك على متر ونصف اوكي طيب مثل من تلاحظ انه خطوط الشبكة اللي كانت عندنا في هذا الاتجاه تماما هي كانت وان تو ثري يعني من واحد الى سبعة الآن هو كمل معي واصبع عندي ثمانية انا طبعا ما اريدها ثمانية اريد ان هذه الخطوط تكون عندك في الاي فاقوم بتغيير الاسم الخاص فيها الى اي اوكي طبعا هذه اذا اريدت انه تقول اوكي انا هذه الببل هذه الها خصائص فاني اريد اغير خصائص هذه الببل بما يناسبني فاستطيعنا اقوم باختيار خط الشبكة ثم مع ذلك اقوم اذهب ونها على ال ادت تايب وتلاحظ انه هذا السامبل اللي هو السامبل الاختصار حاليا هو سيركل فتقدر انه تلغي اصلا بشكل كامل نقل لهنا نو بابل او تقوم بتغيير الخصائص الخاص فيه بما يتناسب معك بطبيعة الحال اوكي طيب احنا الان الاسم الاسم طبعا غيرنا الى اي فراح ابدي استمر اعمل create similar واعمل بيك لاين بمسافة 7 متر اكتب له 7 متر اقل له enter وبعد ذلك راح تلاحظة انه لما تقوم بانشاء بيك لاين بهذا الاتجاه يعني ما تخلي مؤشر الماوس بهذا الاتجاه فينشيلك في الاتجاه الايسر لما تخلي بهذا الاتجاه ينشيلك في الاتجاه الايمن اوكي نقرأ واحدة بهذا الشكل انشيلك مثل ما تلاحظ تعرف علي انت اي اصبع عندك بي اذا ابدي استمر عندي سي ثم ذلك دي اي واف اوكي عندك مسافات اخرى وكما في اي مشكلة ممكن تقوم بالاستمرار في عمل المسافات الاخرى بما يتناسب مع عملك بطبيعة الحال اوكي طيب مثل ما ذكرنا انه هذه بالنسبة لهذه الايقونات فانت اليك الحرية في عملية وضعها في الاش في الجزئيات اللي انت تلاحظها طبعا حتى تتأكد انه انت شاهد المشروع الخاص فيك في الاليفيجين لازم تكون مبتعدة بطبيعة الحال ولمن تضغط عليها بهذا الشكل دير يوضح لك جيد الان تقريبا وضحت عندنا فكرة انشاء خطوط الشبكة ولكن نحتاج الى ايضا الى درس اخر نوضح فيه انشاء خطوط الشبكة والخاصة في الارك يعني لما انت تريد انه تنشيق خط شبكة يحتوي لك على اقواس وايضا التفاصيل الاخرى اشتركوا في القناة